الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب أن دول الخليج ليست بمنأن عن الحراك الشعبي الذي يحدث في بلاده حاليا داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مطلب التغيير في البحرين رجب الذي كان يتحدث في حفل تكريميا له أقيمة بمركز وودرو بولسن للدراسات في واشنطن شدد على أن كل شعوب منطقة الخليج تطمح لحصول تغيير في بلدانها يسمح لها بالمشاركة الواسعة في الحكم وبحرية التعبير في حياتها العامة نبيل رجب ناشط حقوقي بحريني يكرم في واشنطن تقديرا لمصاره في المساهمة ودعم حركة التغيير القائمة حاليا في بلاده نبيل يقول أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي لمطلب التغيير في البحرين نافيا أن يكون للحراك هناك صلة بالخارج أو يحمل صبغة طائفية يعني هذا حقيقة نتيجة التعقيدات الأقليمية والتعقيدات المصالح وتعقيدات سياسية الولايات المتحدة وإيران من جهة والسعودية من جهة طبعا البحرين باتتها مهمشة في الثورات والانتفاضات الأخرى في مناسبة تكريم الناشط البحريني قفزت للواجهة تاتيرات الطورة البحرينية على الجيران في منطقة الخليج العربي خاصة لدى الجار الأقرب المملكة العربية السعودية هناك الشعوب تطالب بالديمقراطية وتطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية الشعب البحرين والشعب السعودي والشعب الإماراتي كل هذه الشعوب تطالب بالديمقراطية وتستحق أن تعيش في أجواء ديمقراطية يجمع الحضور إلى ندوة مركز دولتون حول الربيع العربي وطورة البحرين على أنه لا حصنة لأية دولة عربية أمام مد التغيير حتى في تلك الدول الغنية والمستحودة على أجزاء هائلة من الاحتياط النفطي العالمي الشباب السعوديون لا يطلبون إنهاء النظام الملكي إنهم يطلبون مشاركة سياسية واسعة يريدون ملكية دستورية وانتخابات لأعضاء مزلس الشورى وحكومة تعتمد التغيير والتداول على السلطة إلا أن معدل الأعمار الحالي في الحكومة السعودية يفوق الستين وهو أمر مناقض لتركيبة المجتمع السعودي ذي الأغلبية الشبابية ولأن الجار الأقرب للبحرين هي السعودية استاطر الوضع الداخل في المملكة بالكثير من النقاش بين الخبراء الأمريكيين والنشطاء البحرينيين ذلك لأن الرياض وثقة الصلة بالشأن الداخل في المنامة أكثر من ذلك لا يتردد نشطاء بحرينيون في القول إنها صاحبة النفوذ القوي في التأثير على مصاري الأحداث هناك خلاصة القول يعتقد نبيل رجب الناشط الحقوق البحريني أن الذي حدث في بلاده لا يشكل استثناء في منطقة تعج بالموارد المالية ويعاني أهلها من قلة الحقائق والمتحقق سياسيا في حياتهم يعتقد الناشط البحريني أيضا أن شقيقات البحرين لسنا في منأة من الذي حدث في بلاده سواء أكان ذلك في الجوار القريب أو البعيد رابح فلالي الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر